اشتركوا في القناة لتنهر النوري بحال غربته الدهر ينهر بثل والمحني سفري بعيد وساد لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقى يجنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلني ما أحلم الله عني حيث وامهدني وقد تمادت في ذنبي ويزكرني تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يزل فيك ثبات في رفلة ذهبات حسرة بقيا في القلب تحرقني دعني أنوص على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكر والحزني دع عنك عذني يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني دعني أسح دموع الأنقطع لها فهل عسابة من تخلصني كأنني بين الجل الأهل منطرحا على الفراش وأيدهم تقلبني وقد تجمى حرون من يلوح ومن يبكي علي وينعان وينذبني وقد أتوا بقبيب كي يعانجني ولم رطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجربها من كل عرق بلا رفء ولا هوني واستخرج الروح مني في توروري وأصار لي قمري رحين أرغرني وغمضون وراح القل وأصرفوا بعد الإياس وجد في شر الكفن وقام من كان حيب الناس في عجل نحو المؤسنيات يؤسني وقال يا قومنا بغغاسنا حذقا فرا نذيبا نريبا عارفا فقني فجاءني رجل منه فجردني من الثياب وأعران وافردني وأودعوني على الألوح منطرحا وصار فوق حرير الماء ينضفني وأسكب الماء من فوق ورسلني غسنا الثلاث وناد القوم من كفني وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زاد حنوط حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فواسفى على رحيم بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وحالف من يشيعني وقدموني إلى المكراب وأصرفوا خلف الإمام فصال ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبر على مهلين وقدموا واحدا منهم يلاحدني وكشف الثبع وجه لي أعظرني وأسبل الثمع من عيني أغرقني فقام محترما بالعزم مجتملا وصفف اللذن من فوق وفارقني وقال قل عليه تربا وأتنموا حسد الثواب من الرحمن بالمينني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أجهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني وأقعدون وجدت في سؤالهم ما لسواك إله من يخرصني ما لسواك إله من يخرصني فامنن علي بعاف منك يا أملي فإنني متقون بالذنب مرتاني ثقاسم الأهلمان بعدما صرفوا صار وزر على ظهر فأذقلني واستبدلت زوجتي بعلن لها بدني وحكمت على الأموان والسكني وصيرت ولذي عبدا ليختمها وصار مال لهم حلا بلا ثمن فلا تغر أنكاد دنيا وزينتها وضر إنافنها في الأهل والوطن ووضر إلى من حوا الدنيا بأجمعها الراحة منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن زارع الخير تحصد عده سمرا زارع الشل موقف على الوهن يا نفس كف عني العسيان واكتس بي فلن جميل العالى الله يرحمني يا نفس ويح كتوب وعمني حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المحتار سيدنا موضع البرق في شام وفي يمني والحمد لله المنسين ومصدقنا بالخير والعفوة للثان ولمينني اشتركوا في القناة